ما بين الخيانة والوطنية هنا لدينا قصة قصة بدأت بالدحيح الدحيح أحمد الغندور الذي صمت وقتاً ثم أطل علينا بفيديو حوالي 62 دقيقة من العبقرية العلمية حلقة توثيقية تصب بكل الدقة ماذا حدث على أراضي العرب في فلسطين استند في مراجع كلها إلى مراجع إسرائيلية لم يستند إلى مرجع عربي واحد بعين إسرائيلية بكتابة إسرائيلية ليوصف ماذا حدث ماذا حدث في هذه الأرض وكيف احتلوها هل يمكن أن نطمع أن يكون لدينا في مقرراتنا مثل ما قال أم أنه هذا ضد السامية أم أنه قد يفسد العلاقات العربية الإسرائيلية العلاقات العربية التي قررت أن تنزع من كتب أطفالنا كل شيء عن هذا العدو هو سيظل عدوا هو لا يرانا إلا مجموعة من الحيوانات هو يرى أنه الجنس الأسمى والأبقى أما نحن فلنذهب إلى الجحيم لابد أن نظل نعرف ما هي قضيتنا ولكن نزعنا حتى حدثنا الآيات القرآنية التي تتحدث عنه أما هم في مقرراتهم وكتبهم وبرامجهم يغلسون في الطفل منذ الرضعة الأولى أننا حيوانات أننا كلاب ضل في حظيرة لا يعني أن لنا أي وجود في هذه الحياة هل يمكن أن نستفيد بما قاله الدحية؟ هل يمكن أن يكون لدينا كتاب مدرسي يشرح حق الفلسطينيين وحقوق العرب المسلمين والمسيحيين في القدس الشريف؟ هل يمكن أن نفعل هذا؟ هذا هو الدحية يمكن أن يقوم بدور واحد حلقة واحدة مثل باسم يوسف باسم يوسف الذي قدم حلقة باسم يوسف قد يختلف مع النظام ولكن عندما كانت هناك أزمة عربية وهو عربي عمل حلقة حلقتين كان لهم تأثير عظيم مثل الدحية خلقته اتشافت خلال يوم خمس ملايين شفوها في يوم ملايين 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 حيشفوها أولادنا بيسمعوها وفرحانين وبقولك أول مرة نسمع ده أول مرة نعرف ده استخدام أدواتك للتوصيل شباب حد ساخر زي باسم الدحيح الشهير اللي الأولاد بيحبوا طريقته دول أصحاب الرسالة يجب أن يكون لدينا كثيرون مثلهم وأنا أتحدث عن الدحيح تطل علينا بوجهها غير المريح داليا زيادة داليا زيادة الحقوقية التي كانت شهيرة اختارت أن تنضم إلى معسكر الأعداء وترى أنهم أصحاب حق وترى وتناضل والفلسطينيين والحمسويين وهذا حق اليهود في هذه المنطقة وكلام يخجل منه من لا يخجل لكنها لم تخجل هي اختارت حربا وكأنها كانت تخطط لشيئا ما داليا زيادة غادرت البلاد غير مأسوف عليها غطرت البلاد بدعوة أنها لم تتحمل الهجوم عليها من ناس ضد حقوق الإنسان وضد الحريات اذهبي إليهم هي راحة التقط أول ما سفرت ولم تقل أين وإن كنت أظن أنها ستكون هناك ستكون هناك وهم سيدعمونها ولكنها فترة قصيرة يا داليا لا تحلمي من يخرج من دفء الوطن من دفء الناس في الشارع من احترامهم لن يستريح أبدا ستظلي وأعتذر عن التعبير محتقرة محتقرة لأنك فردت في عروبتك في إنسانيتك في الغرب البشر يثورون ويغضبون في اليابان ينومون في العراء وفي الشوارع تضامنا مع أهل في الصين الذين ينومون في العراء وفي الشوارع أما أنت فاخترتي أن تكوني لاجئة سياسية وهذا هو سيكون المصير إني أتعرض للطهات في بلادي إنهم يهاجمونني لإني أدافع عن إسرائيل أهلا بك يا ابنتي لاجئة سياسية مدعومة من إسرائيل التي تظن أنها ستكون كبرى أو عظمى وهي لن تكون فهي دولة ليس الدولة هو كيان محتل كيان سيظل حكذا خائفا مزعورا بلا وطن حتى لو ظن أن له وطن ما بين الدحيح وداليا زيادة الدحيح يكسب كثيرا وداليا هي هناك لن يلتفت إليها أحد ستذهب مع النسيان وستظل ذكرى سيئة لمواطنة مصرية فرطت في إنسانيتها من أجل لجوء أو حياة أعتقد أنها أفضل وسنلتقي يوما عندما تعتدلين وتتوبين وتقولين أنك أفقتي أو تظلين على غيك حتى ترحلي ترجمة نانسي قنقر